منذ وقت ليس بالبعيد كان النهر يفض بمائه على الضفاف وقبل أسابيع فقط كانت السلطات مستنفرة لمواجهة كل احتمالات الغرق التي يحملها نهر ديالا في مناسبه التي شهدت حينها أعلى معدلات ارتفاعها متسببا بغرق عشرات المنازل ومساحات زراعية شاسعة اليوم عاد النهر إلى الانحسار وجف بعد انخفاض الإطلاقات المائية من بحيرة حمرين ليهدد الحياة هذه المرة بالحطشي بعد أن كان يهددها بالغرق كل موسم صيف تعاني جميع المناطق العراق ومحافظة ديالا خصوصا من قلة الإرادات المائية وننتقد مثلا دول الجوار على أنها تتجاوز على حصة العراق لكن في الحقيقة ما نستفاد من حصتنا بشكل مثل ليس لدينا أي سدود للمحافظة على منسوب المياه في الانحر لخزن المياه من فصل الشتاء إلى فصل الصيف لا سدود في ديالا ولا خطط على ما يبدو لإنشائها وهذا يتسبب بخسارة مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنويا سواء كان بالغرق أو الجفاف لكن يبدو أن المسؤولين في المحافظة لم يفكروا جيدا في الاستفادة من هذه المياه خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف وبالتالي ستكون هناك عجز في توفير المياه نتيجة لسوء إدارة المحافظة ومسؤولين المحافظة ومسؤولين الموارد المائية في خزن هذه المياه لغرض الاستفادة منها في موسم الصيف القادم الجفاف في نهر ديالا يشير أولى مخاوف من جفاف سيأتي مع الصيف القادم بعد تصريحات تركيا بأنها ستبدأ بملء خزن سد أليسو على نهر دجلا في حزيران ما يعني أن العراق بانتظار أزمة مائية تتمثل بجفاف أحد رافديه وجود تحكم صحيح وسيطرة وخطة الوزارة الموارد المائية نحن نرى نهر ديالا مرتفع اليوم منخفض هو لأكو خطة يعني هذا كل الماء ينخزن بسدة حمرين نهر ديالا بات مصدرا للرعب في المحافظة فبالأمس كان مصدرا للغرق بعد ارتفاع منسوب مياهه أما اليوم فيقف على شفا شح المياه مهددا الأراضي وزرعها بالجفاف من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر